وروح لزمنا باسم أبو العنين صباح الخير يا باسم صباح الفل عليك وصباح الفل على المشاهدين من مدينة العالمين انت قلتنا يا باسم يعني في حميد الشعيري وفي حفلات كتير قوي موجودة وأنا أخلي بالك أنا جاهزت الشنطة وجاي لك فقول لي إيه اللي موجود عندك النهاردة في حلويات في حلويات هتحصل الأسبوع ده قول لي يا باسم بص يا سيدي احنا نبتدي الأول في معلومة لطيفة كنت بسرش عليها يعني علمين أو مدينة العالمين اسمها جمنين طبعا معروف اللغة العربية إن من أسماء الجبال العلم لما نقول هذا علم يعني هذا جبل أو هذا جبل هذا علم زي مطلع القصيدة اللي بتقول ريمون على القاع بين الباني والعالمي يعني بين الباني والجبلي العالمين تسمت علمين عشان فيها جبلين مشهورين جبل اسمه جبل الطير وجبل الملح ومن هنا جاية التسمية للمدينة القديمة اللي هي العالمين والنهاردة احنا موجودين فيه العالمين الجديدة وهي اسمها لمسمة جبل يعني حاجة شاهقة وعملاقة وكبيرة على بعد حوالي 10 إلى 12 كيلو متر من العالمين الأديمة فيه مكان في الحياة هو مكان عبقري ويمكن ربنا سبحانه وتعالى وهب مصر بموقع أساسا غرافي بين العالم كله والعالمين في الساحل الشمالي يمكن أن يكون لها موقع التمايز ده لأنها في مكان متوسط من الإسكندرية ومن مطروح ومن القاهرة احنا يعني نبعد عن مدينة 6 أكتوبر تحديدا حوالي 20 و60 كيلو بس فنقدر نقول أن مشوار ساعتين ثلاثة وتقدر تكون موجود في العالمين وده اللي بيحصل من ناس بتيجي مواطنين عشان يتابعوا الإيفنتات اللي بتكون موجودة على مدار يوم واحد يعني هو لو مش جاي صيف أو جاي عود فترة معينة ممكن يجي يحضر حفلة ويرجع تاني في الويك اند وبالتالي موقع المدينة موقع متمايز جدا وخصوصا كمان أن في مجموعة من المحاور اللي بتربط المدينة بكل الأماكن اللي حواليها وده اللي بيسهل في الحقيقة الوصول لمدينة العالمين مدينة العالمين للمزارهاش قبل كده وصادف أنه هو زار العاصمة الإدارية هي كوبي بيست من العاصمة الإدارية طراز فريد من المعمار مدينة من مدن الجيل الرابع مبنية على أحدث الطرازات الهندسية والإنشائية مع مرعاة البعض الجمالي وانت ماشي فيها أنا يمكن ماكنش رحت دبي قبل كده لكن من خلال الصور اللي بنشوفها في الميديا أنت كأنك في دبي بالزبط أبراكشة هقص شوارع جميلة وسعة نظيفة يعني واصل الاهتمام بأدقة تفاصيل يمكن وانت في الممشا السياحي عمود النوري اللي موجود فيه فيشة كهراب عشان لو موبايلك فصل في الشارع أو اللابتوب فصل منك في الشارع تقدر توصل الفيشة وتشحن والدنيا تبقى يعني تمام معك ده بالنسبة للشكل العام لمدينة العالمين الجديدة خلينا بقى نوصل لمهرجان العالم عالمين واللي متوقع أنه يزوروا أكتر من مليون شخص خلال فترة 45 يوم بتنتهي يوم 26 أغسطس الجاري وبدأ بفعاليات مائية وفعاليات عروض جوية وألعاب مائية وحفلات غنائية وعروض ترفية مختلفة وتحت إشراف منظمات دولية زي منظمة رياضة الالتحاد الدولي لالجي بادل وغيره من التفاصيل النهاردة بقى عايزين نتكلم على ختام الإسبوع ده وهو الحفلات الغنائية اللي هتقام بداية من النهاردة واللي جاري تجيز لها في أرينا العالمين مؤثرات ضوئية وسامعية النهاردة معانا النجمة ريهام عبد الحكيم في أمسية غنائية ومعها الفنان الكبير متحة صالح هيكون معانا النهاردة على أرينا العالمين في أول حفلات الغنائية السهرة للأسبوع ده بالعالمين الجديدة إن شاء الله بكرة الجمعة هتكون تاني أيام الحفلات الموجودة على مصرح أرينا العالمين ويعني هيكون فيها قطبين كبير من الأقطاب المصرية المحبوبة أوي حميد الشعيري ومتحة ومحمد منير وهنختتم الفعاليات يوم السبت إن شاء الله بالفنانة إليسا والفنان تامر عشور دي أبرز الأحداث اللي هتحصل الأسبوع ده في العالمين الجديدة أبرز الأحداث أنا شايف إن في عظمة قالك متحة صالح وقالك محمد منير وقالك حميد الشعيري يعني أعتقد كومبو متكامل الأسبوع ده من الحفلات ومن الناس اللي ليها تاريخ وبقى كبير أنت مش راح في حتة أنت عندك شئول بكر أنا منشكر باسم منشكر طبعا زي منا باسم أبو العنين على العظمة والصورة الرائعة اللي موجودة دي ويعني خلينا أقولك يا باسم كمان فكرة اللي انت موجود في مدينة هي مدينة ملهاش مثيل يا باسم والله فعلا يمكن أنا انت قلت انت مرحتش دبي لا أنا رحت دبي ورحت يعني بلاد كتير أعتقد اللي موجود كيف هي أصلا بحر العالمين اللي موجود عندنا اللي مش موجود في أي حتة تانية الماء دي تحديدا في الدول الأوروبية كلها حتى أكيد